تصادف اليوم الذكرى الثانية عشر لتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة والتي نفذها تنظيم القاعدة في برجي التجارة العالمية والكنتاجون عام 2001 ليعني لان بيت الابيض على اثره حربا على الارهاب ويشن حربين على افغانستان والعراق للمزيد حول هذا التاريخ خلفارق في العالم والشرق الاوسط في سياق تقرير التالي صبغة سياسية طاغية لتاريخ الحادي عشر من ايلول على مدى اعوام مضت منها اعلان المانيا النازية الحرب على الولايات المتحدة عام 41 وختام ثاني قمة عربية دعا اليها الرئيس المصري الاصبق جمال عبد الناصر عام 64 وانضمام البحرين وقطر الى جامعة الدول العربية عام 71 واكتمال انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلية احادي الجانب من قطاع غزة عام 2005 لكن لعل الحدث الفارق الابرز والذي اعقبته تغييرات جذرية في العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الاوسط بشكل خاص هو تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون التفجيرات التي نفذها تسعة عشر شخصا من تنظيم القاعدة عبر تغيير مسار اربع طائرات مدنية مختطفة لتصيب ثلاثة اهداف من اربعة افضت الى اعلان الحرب على الارهاب والذي ترجمته الولايات المتحدة في حربها على افغانستان واسقاطها نظام حكم طالبان لتتبعها بعد ذلك الحرب الثانية على العراق والتي ادت الى اسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين بعد احداث الحد عشر من سبتمبر قام الرئيس الامريكي جورج بوش الابن عام 2003 بغزو العراق بدريعة القضاء على الارهاب وفي مفارقة لا تخل من الدهشة القى والده في ذلك التاريخ الفارق من عام 1990 خطابا هدد فيه بطرد الجنود العراقيين من الكويت وشن بعده حرب عاصفة الصحراء او ما سمي بحرب تحرير الكويت عام 1991 مفارقات الارقام والاحداث لا تتوقف هنا ففي خضم تهديد الولايات المتحدة الامريكية بضرب سوريا عسكريا وقيام الرئيس الامريكي باراك اوباما بشن حرب كلامية على الرئيس السوري بشار الاسد لمعاقبته على مزاعم استخدام الكيماوي يمر هذا اليوم باحياء الذكرى الثانية عشرة لاحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة فيما يقضي الرئيس الاسد ذكرى يوم ميلاده في دمشق وسط تهديدات يطلقها البيت الابيض سعيا لاسقاط حكمه اذا هي لعبة السياسة التي تدهشنا بما تحمله من مفاجآة احيانا وقد تثير سأمنا بالرتابة احيانا اخرى لكنها وباندماجها بلعبة الارقام التي لم نقترب من فهمها بعد قد تشكل مفارقة كبيرة في تاريخ فاصل والذي يمر علينا وعلى عالمنا اما خاليا او مليئا بالاحداث اشتركوا في القناة